اشتركوا في القناة شؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين والوفد المرافق حيث نقل الى سموه رسالة خطية من فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة تضمنت تعازيه في وفاة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه مستذكرا الدورة البارزة والمحوري لفقيد الوطن في الارتقاء بالعلاقات البحرينية الفلبينية وتعزيزها في مختلف المجالات مؤكدا ان الفقيد كان قيادة استثنائية انكرس حياته لخدمة وطنه والانسانية قد اعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الفلبيني على مشاعره الطيبة بتقديم التعازي في وفاة فقيد الوطن ما يعكس العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وتقدير الدولة الصديقة لإشهامات الفقيد ودوره البارز إقليميا ودوليا وكلف سموه المبعوث الفلبيني نقل تحياته وشكره وتقديره للرئيس الفلبيني وتمنياته الصديقة للفلبين بالمزيد من التقدم والازدهار الجربة جربة جربة جربة